طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون تناول التباحث حول التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الجانبين أكد الخطورة المالغة للموقف وضرورة تجنب توسيع دائرة الصراع لما لذلك من تداعية إقليمية تهدد الأمن والاستقرار بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع هذا وقد أكد الرئيس السيسي أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة وقد أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير الكبير للجهود المصرية الحثيثة المبذولة في هذا الصدد على مختلف الأصعضة والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام في حين شدد السيد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاقلة وضمان نفاذها إلى قطاع غزة وذلك لتجميب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة